عقدت في القاهرة فعاليات الجلسة السادسة والسابعة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي وذلك لمناقشة العديد من القضايا العربية وقد شارك في الفعاليات نائب رئيس مجلس الأمة عضو البرلمان العربي النائب مبارك الخرينج وعضو مجلس الأمة عضو البرلمان العربي النائب خليل عبد الله في إطار فعليات الجلسة السادسة والسابعة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربية والتي انطلقت بالقاهرة برئاسة أحمد الجروان عقدت اللجان الأربع الدائمة بالبرلمان العربي اجتماعتها لمناقشة العديد من القضايا العربية وذلك بمشاركة نائب رئيس مجلس الأمة عضو البرلمان العربي النائب مبارك لخرينج وعضو مجلس الأمة عضو البرلمان العربي النائب خليل عبدالله اللجنة بصدد إقامة ندوة باسم ندوة الأمن القوم العربي وتداعياته وتم الاتفاق على تحديد المكان والزمان ستكون بالقاهرة إن شاء الله خلال شهر أكتوبر أما الشخصيات التي ستدعى إلى حد الآن ولكنها ستكون متنوعة سياسية